مبارح الانترفيو اللي شفت على تليفزيون الفيوتر أثرت فيه كتير وزعلتني لأنه أول شي ما بيسمح لأحداً أنا يتدخل بيني وبين أنطوان الشويري المرحوم أنطوان الشويري ويعطي رأيه ومين عبيعطي رأيه بهذا الموضوع شغلة مؤسفة ناس ما قلن شي بقلب النادي بدي اسألهم هول اللي عم بيتهموا إليه مشان تب بيرفع دعوة على أنطوان الشويري وهيدي الأكاذيب اللي عم تطلع كلها المنا موجودة وما في شي من الصحة منا أول شي بهذا الشئ أنا رح ألتجي إلى القضاء لحتى شيل هالأكاذيب كلها بعدين بيقولوا إنه إذا ربح إليه مشان تب في الانتخابات الله يساعد النادي النادي وين رايح أنا بدي اسأل للعشرين سنة اللي سابقة في شي مرة ربح تايتل بنادي الحكمة أو أي مناسبة داخلية أو خارجية أو أي شي عمل أو أي شي ربح ما كان إليه مشان تب موجود فيه أو ما كانت ضمنه بالعشرين سنة كلاعب أو كإدارة بقى شغلة مؤسفة جدا ينحكى هالأكاذيب كلها بس تحتى يخلقوا شغلات منا مظبوطة بعدين أنا أكيد إنه هول الجماعة اللي عبيحكوا هني وما عندهم قرار فما عندهم إلا يجرحوا بالناس عكل حال الوقت رح يجي وكل الصور رح تتضيح وكل الأمور رح تتضيح وأنا بتأسف كتير على ناس إجوا على النادي ما قلن شي بعيدا النادي وعن بيزيدوا على شغلات اللي عم بيقول إنه إليه مشان تف رفع دعوة عن طوان الشويري واللي عم بيقول إذا إليه مشان تف ربح الانتخابات وبقى وما رح يكون في نادي مين جابوا عن نادي الحكمة كيف إجاب بتسوية مع جور شهوين جابوا من بيته ليشتغل ما بيعرف لعيب بقلب النادي ما بيعرف شي بالبسكتبول ما قلن علاقة بالرياضة وأنا تكون واضح بالنسبة لهالموضوع أنا إذا بترجع لقل العملية وبيربحوا عني الانتخابات ما بيشرفني يكون موجود بلعبة بسكتبول فأنا بس حبيت توضيح هذه الصورة لأنه عن جات شغلة مؤسفة اللي عبين حكوا والأكاذيب والأضاليل لهالدرجة تصال وعب يحكوا بطريقة كأنه ويسئين وكأنه هن اللي عاملين كل شي